حبيبي يا رسول الله وعشقي يا نبي الله صلاة وسلام الله عليك يا حبيب الله فسبحان الذي أجرى شعاع الشمس والأفلاك وسبحان الذي أعطى من الإعجاز ما أعطاك فإن الخير في مسراك ونفسي ترتجي لقياك هذا البرنامج برعاية مؤسسة مهند للأعمال الخيرية صدقة جارية على روح المرحوم بإذن الله تعالى مهند محمد منتصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج قدوتنا احنا اتفقنا في برنامجنا السنة أننا سنقدم وصفة عملية مع كل نبي من الأنبياء كيف بنى حياته وكيف وضع اللبنة الحقيقية ببناء النبوة وكيف زينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهاية بزينة العلم والحكمة والتزكية يقول المصطفى مثل في النبيين كمثل رجل بنادارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبناء فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة كان صلى الله عليه وآله وسلم هو لبنة التمام والكمال والجمال وهكذا وصف نفسه صلى الله عليه وسلم وبين حاله ومكانه بالنسبة لإخوانه من الأنبياء جميعا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أرحب بحضراتكم وأرحب أيضا بضيفي وشيخي وسيدي فضيلة الشيخ الوقور يسري محمود عزام من علماء الأزهر الشريف وزارة الأوقاف المصرية أهلا وسهلا مولانا أهلا بك يا سيدنا الله يكبر ونورنا كل عام أنتم بخير وأنتم الخير لكل عام كيف حال الصيام معك في نعمة والحمد لله طيب احنا اتفقنا قبل كده يا مولانا أن احنا هنتكلم عن الأنبياء والمرسلين وإحنا لسه ما دخلناش مع الأنبياء يمكن من أول بكرة إن شاء الله نشتغل مع كل نبينا على حدة لكن أردنا في الأربع حلقات والنهاردة كمان أن احنا نتكلم عن مقدمة مجملة للأنبياء والمرسلين احنا عايزين نوصل رسالة النهاردة إن الأنبياء كلهم يعتبروا إخوات وإن الإنسان لن ينهض وحده ولن يقوم وحده فالأنبياء جميعا قوة واحدة متماسكين مترابطين وكانوا عبارة عن بنيان بنى بعضه لأجل بناء الإنسان احنا عارفين أنه ما فيش حاجة في الدنيا تنهض إلا بالشراكة والتعاون وأن الحياة لا تقوم إلا على الشراكة والتعاون والتعاون بيننا هذا الشهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كما تفضلت حضرتك في المقدمة وقلت منهج الأنبياء يقوم على أساس واحد لن تقوم وحدك لذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وسيدنا النبي يقول كده المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تأملنا مولانا لحياة الأنبياء من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن كل واحد منهم آثرت تعاون على أن يقوم وحده مثلا سيدنا موسى شوفي قوليه في القرآن الكريم قال رب شرح لي صدري الله ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أظن كان يكفي بهذه الدعوات أن يفعل ما يريد سيدنا موسى لكنه آثر أن يكون أخاه معه يقوليه بقى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وفي آية تانية أوليه وأخي هارون وأفصح مني لسانا فارسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون يوم ربنا يقول له في آية تانية قال سنشد عضدك بأخيك مع أن موسى نبي وهر النبي إلا أن الله جل وعلا قال لسيدنا موسى سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم يعني أنتم كده ستبقوا قوة لما يكونوا مع بعض لذلك الشاعر العربي يقول لها مولانا تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرها وإذا افطرقنا تكسرت أحدها لما تجمع مجموعة أو حزمة من الحطب وتستطيع أن تقوم بكسرها وإذا أردت أن تقوم بكسرها لن تستطيع طيب لو كل واحدة على حدة تستطيع أن تقطعها بسهولة لذلك أيضا في القرآن الكريم تجد في سورة ياسين ضرب الله لنا المثل لما أرسل اتنين من الرسل فكذبوهما أصحاب القرية كذبوهما يوم ربنا يقول إذ أرسلنا إليهم واثنين فكذبوهما فعززنا بثالث بعثنا الثالث وده إن دال يدل على إيه على أن الله أرسل الثالثة إليهم ليكتمل البنيان به ده كمان كده لم ينقص ربنا سبحانه وتعالى من قدر هذا الرسول الثالث أنه يوصفه بأنه من ضمن التعزيزات ولم يمنع وجود تلك التعزيزات من أنه ييجي في الآية اللي بعدها مولانا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى نعم لأجل التعزيز أيضا ومزيد من الإعانة والتعزيز والقوة والدفع لهؤلاء الرسل الثلاثة لأنه يدرك قيمة الشراكة والتعاون والوحدة من خلال المجموعة التي تعمل بشكل موحد فالإنسان لوحده لا يستطيع أن يفعل ذلك طبعا إنسان وحده لن يستطيع لكن لما نبقى مجموعة لما نبقى عصبة قوية مع بعضنا البعض لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يقف ويدعو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم قوة مجموعة مع بعضهم البعض ولذلك أيضا تجد في القرآن الكريم في صورة الكهف في قصة ذي القرنين لما قال له عزيز نعمل سد ما كان ممكن ذي القرنين وهو عنده القوة يابني السد وحده فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة وبدأ إديهم بقى الوسائل آتوني زبر الحديد إلى آخر الآيات لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي في القرآن فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضا غليظ القلبي فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم شوف بيت القصيد وشاورهم في الأمر يعني أنت راجل معك ناس عايز تشتغل اشتغل بيهم ومعهم مع إن سيدنا النبي مؤيد وملهم ومسدد ومعصوم من الوقوع في الزلل والخطأ يوم ربنا يقول لك وشاورهم في الناس وهذا ما حصل في أسرى غزوة بدر هنعمل إيه سيدنا عمر يقول له يا رسول الله نقتلهم سيدنا أبو بكر يقول له يا رسول الله نأخذ الفداء يقوم ينزل القرآن يؤيد رأي سيدنا عمر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم إلى آخر الآيات يعني أنا شايف كده مولانا إن حضرتك من كلامك بتلمح إلى إن الواحد فينا يكون ترسجه وآله نعم نشتغل كلنا مع بعض بمنهج الشراكة والتعاون المثمر والبناء الحقيقي ما حدش فينا يشتغل لوحده ويظن أنه سيتوقف إلى العالم عنده وإنه المعنى ده لأنه كان مهم عن الأنبياء تلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة أن تتعاون ويشبه المؤمنين في اتحادهم وتعاونهم بالجسد الواحد فيقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة ويقول لنا المؤمن للمؤمن كالبنيا تعرف يا مولانا وأنا بشتغل في الإعلام كنت دايما حابب أن يكون لي رفيق وصديق فدعوت الله تعالى أن يرزقني برفقة الصالحة فإذا برب يرزقني برجل بهي الطلعة كميل الواق الله يكرمك يسمي يسري عزيزي الله يكرمك من أرزقنا وإياك القبول وأجعل هذه الحلقات سبب لإدخال الفرحة والسرور على قلب سيدنا رسولنا يا رب الله ما لأن أي عمل للمؤمنين ماهذا عمل جماعي برد أي عمل يقوم به المسلم سيدنا النبي يفرح صلى الله عليه وسلم لذلك دعانا لكده يا مولانا وقالي وتعاونوا على البر والتقوى صحيح البر والتقوى في التعاون نعم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ليه لأن الإثم في المعصية لا كمان يقول لنا ولتكن منكم أمة نعم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروفة ينهون عن المنكر بلغة الجماعة بيقول لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يعني القوة هنا في الوحدة وإننا نكون رجل واحد ونكون مجتمعين دائما على قلب رجل واحد نعم صحيح لذلك أنا أغتنم هذه الفرصة وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للحبيب الغالي الدكتور محمد منتصر نعم أسأل الله أن يجعل عمله في الخير في ميزان حسناته الله أمين شوف يا مولانا سيدنا النبي ربنا أقوله في القرآن وافعلوا الخير لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون هذا الرجل يعني يفعل الخير من يفعل الخير لا يعدم جوازية لا يذهب العرف بين الله والناس استطاع بهذه المؤسسة التي أقامها صدقة جارية على روح ولده المهندس مهند أن يقدم الخير للناس وأن يدخل الفرحة والسرور على قلوب الفقراء والمساكين نعم فأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وأن يجزيه خير الجزاء اللهم أمين يعني إحنا لو لم تكن هذه الجلسة المشتركة بيننا والعمل المشترك بيننا في وسائل الإعلام لما كان لنا هذا الباع دائما نحتمي في حضراتك الله يكرمك ودائما الواحد بيقول أنا بخرج مع مولانا الشيخ الشرف لي يا مولانا جزاك الله عنها خيرا المهمة مولانا إحنا عايزين نوجه رسالة للناس النهارة خاصة للشباب ولادنا وشبابنا نقول لهم أنت مش هتقوم لوحدك ومحدش فيك وحيقوم بمفرده وأنه العمل الفردي مش هينفع أنه طلعك لوحدك فلازم تكون مع الناس ولازم تكون مشترك ولازم يكون لك أصدقاء وأصحاب المؤسسات العالمية الناجحة لا تقوم إلا بهذا الصدد إذا كان الأنبياء تعاونوا مع أقوامهم فوجب علينا جميعا أن نتعاون نتعاون لتقوم بلدنا الحبيبة مصر هذه البلد يا مولانا محتاج منا جميعا أن نجد ونجتهد أن نصهر لأجلها كل واحد فينا يسعى للخير في مجاله المعلم يتعاون مع زملائه الطالب يتعاون مع زملائه الداعية إلى الله يتعاون إلى زملائه واسمحني طبعا أنت فتحت المجال يعني أنا أقولها لله مولانا الشيخ محمود الأبيدي لذاك الله عننا خيرا تحب الخير للغير يحمل قلبا أبيضا نقيا يحب الخير للناس وحبك الخير للناس رضى عنك رب الناس وسيد الناس صلى الله عليه وسلم أنا أعتقد يا مولانا في قرارة نفسي أنه على قدر إحساسك بحب الخير للناس من كلام سيدنا النبي من كان منكم يؤمنوا بالله أو من كان يؤمنوا بالله واليوم الآخر فليحبوا لأخيه ما يحبوا لنفسه لا يكتملوا إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبوا لنفسه يعني اللي عاوز يرتقي من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان فعليه أن يحب للناس صحيح ما يحبه لنفسه واللي عاوز بقى يرتقي إلى درجة الإحسان فعليه أن يكون عطاء صحيح وعليه أن يكون دائما متعاونا ومتضافرا في جهود الناس يمكن الناس لما تيجي تبني جامع أو تبني مدرسة أو تبني حاجة لابنا مع لابنا زي البرنامج اللي احنا بنشتغله ده بتتأيد التعاون ده سنة الأنبياء أرادت ربنا سبحانه وتعالى في الكون ربنا قال لنا في القرآن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق نعم فإحنا ما فيش حد فينا حياخد حاجة من التاني إحنا كل الحكاية إن إحنا نتعاون بس عشان نخلي حياتنا تطلع قدام وتطلع نجحة والعمل الفردي ده لا يثمر الإيد كده ما تسقفش صحيح إنما كده تسقف وتشتغل أنا عايز حضرتك في دقيقة واحدة توجه رسالة إلى العالم اليوضي يا أمة الإسلام في كل مكان إذا كان الله جل وعلا دعانا جميعا للتعاون والأنبياء طبقوا التعاون عمليا فتعاونوا لأجل الإسلام ولأجل أن ترتفع راية لا إله إلا الله طيب إحنا في هذه الرسالة وبهذا الكلام عايز حضرتك يعني بإذن الله تبارك وتعالى يعني تدعي لنا كده جواك في ساعات الصحر إن ربنا سبحانه وتعالى يرسلنا الإخلاص والصدر في القول والعمل اللهم أمين يا رب مشاهدي الكرام بهذه الرسالة الماتعة والجميلة أختم حلقة اليوم وأشكر فضيلة الشيخ يسري محمود عزام من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية رحم الله من رباه وعلمه وبارك الله في من أنجبت شكرا جزيلا يا مولاني شكرا منصول لكم وجزاكم الله عننا خيرا وأشكر حضراتكم جزيلا الشكر والتقدير على أن تتواصلوا معنا بأسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم على صفحة البرنامج على فيسبوك صفحة برنامج قدوتنا وفي النهاية ما تسيبوش بعض خليكوا إدوحدة وتعاونوا على البر والتقو إذا أردت أن تترك في الناس علامة فقابلهم وعلى واجهك ابتسامة ها هو محمول الأبيض يحييكم ومن خلال برنامج قدوتنا أقول لحضراتكم في أمان الله مع السلامة هذا البرنامج برعاية مؤسسة المهند للأعمال الخيرية صدقة جارية على روح المرحوم بإذن الله تعالى مهند محمد منتصر وسلام الله عليك يا حبيب الله أعبد إنها أهداول سلامحمه ترجمة نانسي قنقر محمد منتصر أنت presence